اليوم انا بعمل معاكم وصفتين الوصفتين الاز من بعض بجد هي من اكلات العيد طبعا احنا لسه في اكلات العيد فطبعا دي انا عملتها يوم العيد بعمل الكبدة على الطريقة المصرية زي ما انتوا عارفين في مصر لازم طبعا نفطر بالكبدة اول لما ندبح نفطر بها في الصبح فالكبدة بصراحة افضل مصدر معادن فيها كل المعادن اللي عايزينها وجسمينها بيمتص المعادن منها فاعملها بطريقة صحية سهلة ولزيزة بجد لو جربتوا الطريقة دي هتلاقوها صحية وسهلة ولزيزة وكمان هعمل الوصفة التانية مجلجل على الطريقة اليمنية علشان نعمل بقى اكلة مصرية واكلة يمنية هعمل معاكم كمان خبز الطاوة على الطريقة اليمنية بيأكلوه مع المجلجل بجد بيطلع الاكلتين يعني احلى من بعض وخبز الطاوة ده ان شاء الله هعمله بالتفصيل في فيديو الواحده بازن الله لانه بيطلع زي الفطيري المشلتت بالضبط يارب تعجبكم الوصفتين واتجربوهم ادعموني بلايك بقى وما تنسوش تشتركوا في القناة يلا نبدأ الفيديو سموا الله وصلوا على الحبيب في الصبح طبعا لازم نفطر كبدة انا بخلي الجزاري قطحها لي بالشكل ده زي على الطريقة الاسكندرانية زي ما هم بيقولوا يعني نقطحها صغير كده وبتكون شرايح بحط معاها بقى فصين توم التوم طبعا بيديها طعم لزيز جدا وهحط عليها كمان عصير لمون ممكن تحط عصير لمون نص لمونة او لمونة كاملة زي ما بتحبوا انا حطيت لمونة كاملة يعني على كيلو كبدة وهحط معاها بقى شوية ملح شوية فلفل اسود يعني مش بحط توابل كتيرة عشان الكبدة كمان احس بطعمها مش عايزين التوابل الكتيرة وكمان هحط عليها شوية من الكمون هي دي التوابل بس اللي انا بحطها اقلبها كويس جدا مع بعضيها علشان تندمج واسيبها في التلاجة بقى قد ايه قد نص ساعة كده ساعة لو انتم مستعجلين مفيش اي مشكلة هتعملوها على طول اول شيء طبعا بسخن المقلاء كويس جدا وانزل بيها بقطعة لية او بتسموها دهون او ايه يعني اللي بتكون لية الخروف زي ما احنا بنقول شايفين بتنزل بقى الدهن بتاعها او السمنة زي ما انتم شايفين ممكن طبعا تطلعوهم خلاص وممكن تسيبوهم زي ما تحبو وانزل بقى بالكبدة اللي قلتلكم متابلها قد نص ساعة كده علشان تدي طعم حلو جدا تفضلوا تقلبوها على طول ما تقلبوش فيها كتير يعني ما تسيبوهاش لوقت طويل جدا هتشد معاكم في الاكل مش هتبقى طعمها حلو لكن كده هتحتفظ بالفوائد بتاعتها احنا عارفين الكبدة مفيدة ومغزية وبجد يعني بتطلع طعمها لذيذ بالشكل ده ممكن تحطوا كمان فلفل حار معاها تقطعوا فلفل اغضر او الوان زي ما بتحبو بس انا حبتها ورها لكم بطريقة بسيطة هي دي اللي انا بعملها شايفين بقى الشكل الحلو ده بتكون مستوية جدا يعني ما بتاخدش مثلا خمس دقايق سبع دقايق بالضبط طعمها بجد طلع لذيذ جدا انا اولادي بيحبوها كمان متحمرة شوية فبعمل شوية كده وشوية كده بس هي طبعا لزازتها ان هي تكون مستوية بالشكل ده صحية وسهلة ولذيذة ما حطناش فيها ولا نقطة زيت ولا سمنة بس بالليا اللي انا ورتها لكم جربوها وتقولوا لي ايه رأيكم بقى تعالوا ندخل على الوصفة التانية واللي هي المجلجل على الطريقة اليمنية اللحمة طبعا بتكون متقطعة صغير زي كده وممكن كمان تقطعوها اصغر من كده بروح حط عليها بقى شوية من البصل الفلفل الالوان فص توم طبعا بتديها طعم لزيز جدا والتوابل ها قولها لكم انا بسخن الطاجن اللي عندي لما بتتعمل فطاجن فخار بتبقى ليها طعم وريحة حلوة جدا هي طبعا بتتعمل على الصاج لما يعملوها في المطاعم بيعملوها على الصاج طبعا قطعة من اللي برضو علشان تنزل الدهون بتاعتها وبتبقى الاكلة طبعا لزيزة كده كده احنا دبحين فلازم طبعا ناخد من الحاجة اللي احنا بنعمل بيها حاجة صحية ما تخافوش يعني وطبعا ما تزودوش طبعا في الدهون وانزل بقطع اللحمة اللي انا عملها بالشكل ده ومقطعها صغير خالص وتجيبوها طبعا ان هي بتستوي هي الحلوة في المجلجل ده انه هو بيستوي على طول ما بياخدش وقت كتير بحطها بالشكل ده واقلبها كل شوية افضل اقلبها بالشكل ده كده لحد لما تاخد لون حلو معايا لون كده متحمر ومجلجل يعني كل شوية تجلجلوها تقلبوها يعني تتقلب شوية وتتحمر مع بعضيها شايفين لحد لما المية دي تروح انا هغطي عليها واسيبها بقى تستوي لها شوية عارفين علشان تطلع مستوية ولزيزة معاكم يعني قد ربع ساعة كده تلت ساعة هتلاقوها استويت جدا في وقت لما انا اسيبها بقى تستوي انا عاملة بقى خبز الطاوة اليمني اللي بيتكل معاها بجد لزيز انا هكتب لكم مقاديره تحت وان شاء الله باذن الله يعني هعمله معاكم من بدايته انا ما عرفتش ان انا اصول لكم المراضي بس ان شاء الله هعمله لكم في يوم تاني هي عبارة عن عجينة بس سيبها ترتاح شوية وافرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده تفردوها باديكم يعني مش محتاجة ان انا افردها بقى بفرادة ولا مردانة ولا اي شيء بحط عليها بقى زبدة زيت سمنة زي ما بتحبوا اعملوها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بفرد عليها السمنة او الزيت واطبقها بقى ببعضيها عارفين كمان الفطير المشلت زي اللي عندنا في مصر هو نفس الطريقة بالزبط اسيبها بالشكل ده كده عملتها طويتها مربع او مستطيل واعمل الخبزة التانية اللي بعديها يعني كل الفطير اللي عندكم او الخبز بتعملوه بنفس الطريقة مش محتاجة فرادة ولا اي شيء بجد العجين يعني كان رهيب بيتفرد لوحده كده زي ما انتوا شايفينه ونسيبه يرتاح قد عشر دقايق كده ربع ساعة يعني يعملوا الاكلة وروحوا اتلاقوها على طول بقى يتفرد معاكم انا سيبته بالشكل ده ربع ساعة وغطيته طبعا علشان ما ينشفش معايا وبفرده تاني بنفس الطريقة تفرده مدور تفرده مربع او مستطيل زي ما بتحب الطاوة بقى بسخنها كويس جدا على البتجاز ونبدأ بقى لاما نحط شوية زيت او سمنة او اي شيء بس حاجة كده بسيطة وننزل عليها الخبز بالشكل ده كده افردوه ممكن بمعلقة بقى تدوروها باديكم زي ما بنعمل مثلا خبز التورتيلة زي كده يتحط على النار وتقلبوه بقى على النحيتين شوية شوية بتقلبوه عن نحيتين ممكن تحطه كمان سمنة من فوق او زبدة او زيت زي ما بتحبه بالشكل ده هيكون جاهز معايا ما بياخدش معايا وقت ابدا الفضاله قلبوه شوية شوية بتلاقوه بقى بيطلع بصراحة مورق طعمه لذيذ جدا وهو مكوناته سهلة وبسيطة بس بالدقيق والمية عامل زي الرؤاء اللي احنا بنعمله بس طبعا بنحطله زيت او سمنة شايفين بقى اخد لون تحميرة حلوة جدا بالشكل ده كده بتطلعوه بقى بتحطوه في طبق وبتغطوه طبعا علشان ما ينشفش معاكم يفضل طري ممكن تحطوه بين كل طبقة وطبقة تحطو عليها زيت او شوية سمنة تتهنوها بعمل الخبز التانية نفس الطريقة وبيطلع معايا في منتهى الجمال انا خلصت كل الكمية اللي معايا يلا بينا بقى نشوف المجالجل ايه اخباره المجالجل زي ما انتو شايفين شايفين الفوران بتاعه بيبقى بقى المية الزيادة اللي هي بتطلع بفضل برضو اقلبه شوية شوية وبكده بيكون اصلا استوى يعني مش بياخد وقت معايا يعني بالضبط اخد معايا نص ساعة ونص ساعة بالنسبة لللحمة مش كتير لاني طبعا مقطعينها صغير بالشكل اللي انتو شايفينه بعد ما ياخد معايا لون تحمير طبعا بفضل اقلبه كتير لحد لما ياخد لون تحمير بالشكل اللي انتو شايفينه ده بنزل عليه بقى بملح وفلفل اسود وشوية بهارات من اللحمة ممكن تحطوا كركم هي فيها طبعا كركم فيها كاري فيها حاجات كتيرة بهارات اللحمة بتدي الريحة لو تشموا الريحة معايا بجد رهيبة جدا بنزل عليها كمان بالبصلة وحقلي الفلفل الالوان هخليه اخر شيء علشان انتو عارفين الفلفل ما بيستحملش يعني كتير بنحطه اخر شيء وانا اصلا كان مجمد عندي فمش هياخد طبعا وقت كتير بعد ما قلبت البصلة بانزل بقى بفص توم فص توم مهروس او تقطعوه زي ما بتحبه ونقلبها بقى كويس جدا فيه يا سلام على الريحة الريحة بجد رهيبة انتو عارفين التوم الناس اللي ما بتحبش التوم كمان ممكن تستغنى عنه خلاص انا قلبته كويس جدا حطيت كمان الفلفل الالوان كده معايا الاكلة جاهزة تمام ممكن لو انتو حاسيتوا ان هي لسه اللحمة ما استويتش او بتحبوا لها صوص شوية ممكن تزودوا لها شوية مية يعني نص كباية كده ربع كباية وتسيبوها على نار هادية جدا واحلم جلجل على الطريقة اليمنية قدمت معايا كمان خبز الطاوة اللي بيتعامل على البوتجاز بطريقة سهلة وبسيطة شايفين الخبز؟ الخبز يجنن بجد عامل زي الفطير المشالتت بتاعنا رهيب بجده طعمه حلو جدا ممكن اصلا ناكله مع حتة جبنة بقى او ناكله مع الفطور مع بيت بيبقى طعمه لذيذ جدا ان شاء الله اعمل لكم خبز الطاوة نعمله في الفورد وعلبه تجاز باذن الله وشايفين المجلجل بقى بجد رهيب انا حطيت له شوية مية كده صغيرين علشان يعمل له صوص علشان الناس اللي هاتغمز بجد رهيب مع خبز الطاوة كمان اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم يا رب تكون اكلات العيد عجبتكم الكبد على الطريقة المصرية وكمان المجلجل على الطريقة اليمنية ان شاء الله تجربوا الوصفتين وتقولوا لي بقى ايه رأيكم ادعموني بلايك اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش كمان تشتركوا في القناة كل سنة وانتو طيبين بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة